إن من نعمة ربنا علينا بتستوجب دايماً الشكر هي نعمة الوطن اللي من خلاله بننعم بممارسة حقوقنا الوطن اللي لولاه ما كناش هنعيش النهاردة الحمد لله الحقيقة على يوم زي ده مصر هي الحضارة نعمة مصر، مصر الأمل، مصر التاريخ، مصر هي الطموح والعزيمة مصر اللي بتبني الإنسان والبنيان بتعمر بسواعد ولادها واقولهم كل حاجة النهاردة مشاهدين الكرام خلونا نرحب بضفنا الكريم اللي منورنا في الستوديو دكتور سيد عبد الباري من علماء وزارة الأوقاف أهلا بحضرتك معنا دك أهلا وسهلا مرحبا أهلا بحضرتك يعني طبعاً فيه بنشوف دلوقتي العالم كله والمنطقة الحقيقة يعني فيها مشاهد كتيرة جداً صعبة وأسية علينا الحقيقة بس بالرغم من ده دليل على إن مصر هي دولة مؤسسات ما بنقدرش إن احنا نهمل حدث مهم زي حدث النهاردة هذا هو الاستحقاق الدستوري والانتخابات الرئاسية حضرتك شايف ده إزاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الدولة المصرية دولة عظيمة كريمة فخيمة طبعاً قائمة وستظل قائمة إن شاء الله إلى يوم القيامة فما تشهده الدولة المصرية اليوم ليس حدثاً جديداً من نوعه في تاريخ الأمة هو حدث قديم لأن الدولة المصرية دولة عميقة عميقة الجزور ولها عمق تاريخي ولها أثر جغرافي ولها حضارة حضارة عريقة يشهد بها القاصي والداني حضارة الدولة المصرية حضارة يشهد بها أهل الأديان وأهل الفلسفات يشهد بها كل العلماء وكل أرباب الثقافات فما من منصف على وجه الأرض ولا عاقل في هذه المعمورة إلا ويعلم للدولة المصرية مكنتها ويعلم ويشهد بأن هذه الدولة هي دولة محورية سواء في الناحية الدينية أو سواء في الناحية الثقافية أو سواء في التأثير الإقليمي والتأثير المحلي والتأثير العالمي لأن دولة قائمة عظيمة فخيمة فيها عدد من السكان يعني لا ينكر فيها موقع الجغرافي متميز يشهد به العالم لها آثار في حضارة الإنسان لا يمكن أحد يغفل مثل هذه الجوانب ولذلك الدولة المصرية في هذا اليوم يوم عرص صحيح يوم عرص ويوم عظيم ليس جديدا وليس وحيدا ولا فريدا بل هو متكرر إن شاء الله سبحانه وتعالى طيلة ما الحياة والأحياء موجودين في أرض مصر العزيزة ستشهد مثل هذه الاحتفالات وأنا أسميها احتفالات لأن الإنسان المصري يحتفي بنفسه صحيح ويحتفي بمؤسسات دولته ويشهد أمام العالم أن هذه الدولة حية موجودة قادرة على صنع الحاضر وعلى التشوف والتهيء أيضا للمستقبل يعني اليوم هو يوم الشهادة من أهل مصر لأبنائهم وأحفادهم على نعمة الله سبحانه وتعالى التي هي عليهم في أمانهم واستقرارهم وازدهارهم وأيضا هم يضعون بصمتهم لمن يأتي من بعدهم لتظل هذه الدولة قوية الأركان مشايدة البنيان صحيح هل كمان إحنا الشعب المصر الحياة بيحتفل بكون هو شعب إيجابي شعب فعلا بيقدر أن هو يقول كلمته بيقدر يشارك برأيه فده مهم جدا يعني حتى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا النبي طبعا وجه برضو أصحابه إلى فكرة المبادرة إلى فكرة الإيجابية يعني لما قال بادره بالأعمال سبعا وكمان لما قال اختنم خمسا قبل خمسا فشايف حضرتك دلالة التوجهات النبوية دي برضو حضرتك لو نتكلم من الناحية الدينية والدينية الإسلامية فالأصل في كل إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى كرامة ومنحه مكانة لابد أن يكون إيجابية أنه إذا كان الإنسان سيعيش في هذه الحياة كل كسول عاجز لا يلومن إلا نفسه صحيح الإنسان بطبعه الذي أودعه الله فيه وفطراته هو يبحث دائما عن التطور صحيح يبحث دائما عن التميز صحيح التميز والتطور لا يأتي إلا للمبادرين أيها للفالحين الناجحين أما الكسالة والبطالين لا تسأل عن ذلك صحيح ولذلك الشريعة الإسلامية متفردة في ذلك لما تراجع آيات القرآن تجد أن آيات القرآن الكريم وأحداث ووقائع السيرة النبوية الشريفة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة وعتم السلام تعطي لهذا الإنسان المسلم الدفعة القوية نحو كل الأحداث يعني لما تراجع القرآن الكريم يقول لي في حدث عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ودى الفارق بالمناسبة بين من يقرأ القرآن متدبرا يشهد بذلك للماضي المجيد ويريد أن يعيش حاضرا سعيدا ويتهيأ لمستقبلا مجيدا لابد أن يقرأ القرآن بهذه النفسية وبهذه العقلية صحيح مش مجرد أني بقرأ كتاب ثقافي بذهنية باردة لا القرآن متجدد حي يصنع الحياة ويصنع الأحداث فلما بيكلمني عن قصة نبي الله موسى يوم الناس يعني البسطة يقولوا يا تاني هتقول لنا سيدنا موسى أيوة واخد بقى الملمح اللي في سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام اللي فيه مثل هذه الإيجابية نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أخذ نفرا من بني إسرائيل كانوا نحو من سبعين ليتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى بعدما فعلوا وفعلوا واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا وهم في الطريق حصل بينهم مجادلات ومشاحنات نبي الله موسى خشي على نفسه وخشي عليهم فأسرع مبادرا إلى ربه جل جلاله تائبا معلنا توبته وأوبته تاركا خلفه هؤلاء لأنهم أصيبوا بالكسل وأصيبوا بالجدل